ترجمة نانسي قنقر حيث بدأت الشركة بعمليات الاستزراع فيه منذ فبراير الماضي ويمتد على مساحة 800 متر مربع ويضم حاليا 12 ألف شجرة وتعتزم الشركة توسعته لاستيعاب 20 ألف شجيرة ومن المقرر أن تتعاون ألبا مع المجلس الأعلى للبيئة في البحرين التي تصبح موردا أساسيا لشجيرات القرم لمحميات الطبيعية المختلفة في مملكة البحرين والجدير بالذكر أن المشروع يأتي مكملا للدعم المالي الذي قدمته الشركة في يوليو 2022 لجهود المبادرة الوطنية لتلمية القطاع الزراعي لتطوير مشتر رأس سند لاستزراع نبات القرن شكرا لكم أبداً مربعة معجلي Kob